يقتل كل عام ستة ملايين شخص تقريبا منهم اكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطون او سبق لهم تعاطيه واكثر من ستمائة الف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر انه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية فان شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل ست ثوان تقريبا مما يمثل عشر وفيات البالغين ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه فان العالم قد بدأ يشهد زيادة الامراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين ففي مقابل مئة مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين قد تبلغ الوفيات في القرن الحادي والعشرين نحو مليار وفاة ما تستمر تعطيه بتلك الصورة المتزايدة هذا وقد اثبتت التجارب والابحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الانسان باجهزته المختلفة حيث يصاب المدخن بامراض خطيرة منها سرطان الرئى ضعف الاعصاب جلطات القلب وموت الفجأة التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب الذبحة الصدرية سرطان المريء سرطان المثانة والكلاة وصدق الله اذ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما